اهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة والقراءة الجديدة للمشهد الليبي في اطار احتفال الولايات المتحدة الامريكية وايطاليا بمرور 160 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما التقى وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكين مع وزير الخارجية الايطالي لوي جي ديميو في العاصمة الامريكية واشنطن خلال هذا اللقاء اعلن الجانبان في بيان صدر وتم نشره على موقع وزارة الخارجية الامريكية الالكتروني اكد دعمهما لجهود الشعب الليبي لاعادة الوحدة واجراء الانتخابات الوطنية في شهر ديسمبر القادم وايضا للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم اصداره في شهر اكتوبر الماضي اهتمام امريكي ايطالي بضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار والمزيد حول هذا الموضوع في سياق هذا المشهد ويسعدنا ان يكون معنا في هذه الحلقة الاستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الاهرام للشؤون العربية والدولية برحب بحضرتك وحضرتك طيب مشاهدين المزيد من التفاصيل حول المشهد الليبي في سياق هذا التقرير في بيان نشرته البعثة الدولية الى ليبيا لتهنئة الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قال المبعوث الدولي الخاص الى ليبيا يانكوبيتش ان الليبيين يحتفلون هذا العام بشهر رمضان دون خوف من الحرب والدمار وصوت البنادق واصبح باستطاعتهم الاحتفال بهذا الشهر الكريم في سلام آملين ان يتمكنوا من تجاوز خلافاتهم والعمل معا لبناء مجتمع موحد ديمقراطي زو سيادة ينعمون فيه بالازدهار كما جدد يانكوبيتش الدعوة للسلطات الليبية للعمل معا من اجل تقديم الخدمات وتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل آملا ان يكون شهر رمضان فرصة لتحقيق المصالحة الوطنية القائمة على العدالة الانتقالية المبعوث الاممي الى ليبيا اشاد كذلك بالمبادرات الاخيرة المتعلقة بالافراج عن المحتجزين المدنيين وغير المدنيين من جانب مختلف الاطراف في شرق وغرب ليبيا داعيا جميع الاطراف لاستلهام روح هذا الشهر الكريم والافراج عن كافة المعتقلين وخاصة المعتقلين تعسفيا في بادرة حسن نية وفتح فصل جديد في تاريخ البلاد معتمدين على الزخم الشعبي الحالي في السياق ذاته ناقش وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ونظيره الايطالي لوي جي دي مايو خلال اكتماع في واشنطن عقد الثلاثاء اهمية التنفيذ الكامل لوقف اطلاق النار في ليبيا والوحدة السياسية في البلاد كما اكد الوزيران دعمهما لجهود الشعب الليبي لاعادة الوحدة واجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم والتنفيذ الكامل لاتفاقي وقف اطلاق النار مشاهدين لكم التحية مجددا ولضيفي في هذه الحلقة من المشهد الاستاذ محمد عيز الدين نائب رئيس تحرير الاهرام للشؤون العربية والدولية وجدد لحظتك تحية أستاذ محمد بداية كيف ترى تصريحات وزيرية الخارجية الإيطالية والأمريكية في واشنطن بشأن ضرورة التطبيق الكامل لوقف اطلاق النار في ليبيا هو من الصالح لكل من الطرفين معلوم أن إيطاليا كان لها تواجد دبلوماسي طوال السنوات العشر الأخيرة في ليبيا منذ الثورة الليبية وسقوط نظام القذافي وبالتالي فهي الدولة الدبلوماسية التي حافظت على تواجد ممثلين لها بشبه منفردة خلال طوال هذه الفترة الولايات المتحدة لديها مصالح عديدة في ليبيا والمنطقة بشكل محدد وترغب أن يكون لها دور بعد أن تقلصت أدوارها بشدة في ليبيا سواء في عهد الإدارة ترامب السابقة أو الأسبق حتى وشهدنا جميعا قبلها مقتل السفير الأمريكي في بنغازي وبالتالي فإن ليبيا تمثل أهمية كبرى حتى أن الولايات المتحدة جددت حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنتها في ليبيا مما يعني تفويض للرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية باتخاذ أي قرارات سواء عقوبات أو أي إجراءات أخرى تتعلق بليبيا من هنا تكمن الأهمية الخاصة لليبيا في المشهد علاوة على أن هناك مخاوف من أن يكون تسرب بعض المرتزقة الذين كانوا متواجدين في ليبيا ولازالوا متواجدون هناك تسربهم إلى أماكن أخرى خاصة أن التقارير السورية تشير إلى عدم عودتهم مع العلم أن بعضا منهم خرج إلى من ليبيا غادر ليبيا ولم تعرف الوجهة التي توجهوا لها هناك اهتمام خاص إيطاليا ترغب في استكمال تواجدها وتدعيمه بشكل كبير سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وترغب أن يكون لها دور سياسي هام في الفترة المقبلة بجانب الولايات المتحدة التي تتشاطر نفس الأهداف في ليبيا بل بالعكس أنها باعتبرها القوة الأولى في العالم ترغب أن يكون لها نهج جديد خاصة مع المصالحة الليبية وتشكيل الحكومة الجديدة وبوادر ظهور الاستقرار في الفترة المقبلة في الشقيق الليبية طب أستاذ محمد تابعنا خلال الفترة الماضية اهتمام أوروبي بالشأن الليبي والملف الليبي بزيارة ثلاثة من كبار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وزير خارجية فرنسا وألمانيا وأيضا إيطاليا لليبيا في الخامس والعشرين من مارس الماضي يمكن يعني كيف ترصد الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي يعني ربما يكون الاهتمام الأوروبي ملحوظ وظهر جليا في الفترة الأخيرة بهذا التواجد المكثف لثلاثة وزراء كيف ترصد الدور الأمريكي خلال الفترة الماضية وفي مراحل مختلفة؟ الدور الأمريكي بعيدا عن مكافحة الإرهاب باهت ويقع في المنطقة الرمادية لا يمكن وصفه بأوصف محددة في شأن السياسي فباستثناء الضربات التي كانت توجه لبعض التنظيمات الإرهابية أو المواقع التي يتم التوافق عليها سواء مع مصر أو مع قوات الأفريقية لمكافحة الإرهاب أو مع جيش الوطني الليبي أو حتى مع حكومة الوفاق السابقة كانت هناك ضربات محددة للإرهاب لم يبتعد الدور الأمريكي عن هذا الدور وكان دورا إنشائيا في عهد الرئيس ترامب بكل مصدقية أما في هذه المرحلة مع تغير الإدارة الأمريكية الجديدة واللسعة التي مذالت موجودة في الوجدان الأمريكي من اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي القنصل الأمريكي في بنغازي تثير مشاهد جديدة خاصة مع تواطر الأوضاع في المنطقة دخول تركيا كلاعب خوي في ليبيا في فترة من الفترات حاولت أن تعود بها بعض المشاكل الداخلية التي كانت لديها ولكن الآن الوضع اختلف تماما مع إصرار الليبيين على التغيير وإصرار على المصلحة ونبذ الفرقة فيما بين الفصائل الليبية أو كل مكونات العملية السياسية في ليبيا الوضع الآن أصبح مختلفا تماما وبالتالي فإن الولايات المتحدة ترغب في أن يكون لها دور حقيقي على الأرض وليس فقط مجموعة من النصائح والإرشادات حتى مع تدخل البنتجون وقيام بعمليات عسكرية ضد الإرهابيين سواء تنظيم داعش أو القاعدة في شمال إفريقيا كان الدور الليبي غير فعال أما الآن مع التغير الأخير واصضافة الحوار الليبي وتغير الإدارة الليبية بشكل كامل والبوادر على التحسن والتعامل بشكل ما أعتقد أن الولايات المتحدة ترغب في أن يكون لها دور وأيضا الحالة الاقتصادية التي تمر بها دول العالم والرغبة في الأسواق الجديدة والانفتاح على ليبيا بشكل خاص وشمال إفريقيا بشكل عام هي رغبة أمريكية دفينة منذ سنوات وتعتقد الإدارة الأمريكية أنها الفرصة السانحة الآن لتحقيق هذا المقرب بالنسبة لباقي دول الاتحاد الأوروبي حضرتك ذكرت أن إيطاليا حافظت على وجودها الدبلوماسي وتمثيلها الدبلوماسي داخل ليبيا خلال السنوات الماضية وهو الأمر الغائب عن سفارات أخرى ودول أخرى بماذا تفسر الاهتمام من قبل دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا بالملف الليبي بهذا الشكل وتكثيف في زيارة واحدة لثلاثة وزراء في أن واحد إذا بدأنا بفرنسا فرنسا لديها عقدة تاريخية من أنها كانت الحليف الأبرز في قوات النيتو التي أسقطت نظام القذافي ولم يتم التوافق على ضرورة الحل السياسي وتأخر كثيرا وبالتالي فإنها لديها مسئولية تاريخية تجاه ما يحدث في ليبيا خاصة أن بعض الفترات كانت غير مؤثرة في سير العمليات في ليبيا منذ الفترات التي كان فيها النزاع بين الأطراف الليبية المتعددة ثم ظهور الإرهاب بشكل ما ثم ظهور التنظيمات الإرهابية الدولية العبرة للقرات مثل داعش والقاعدة للمرة الأولى بعد سقوط النظام وتفكك أوصار الدولة الليبية وفترة ضعف الجيش الليبي ثم بدأ الحرب على الإرهاب والحملة التي شنت من الجيش الليبي باتجاه إجلاء التنظيمات الإرهابية من ليبيا ثم الفترة التي تلت ذلك الصدام والبرود السياسي وعدم وقف إطلاق النار والتنازع على أركان السلطة في ليبيا ثم دخول تركيا كلاعب رئيسي بصف الوفاق وكل هذا يتم في إطار التنصيق بين التنظيمات المختلفة ثم توارد المرتزخة الأجانب فتعقد المشهد تماما فرنسا ترى أن لها دور كبير في المرحلة المقبلة إذا تحدثنا عن الدور الألماني ألمانيا تهتم كثيرا بمكافحة الإرهاب وتقدمها على أشياء كثيرة وملفات اللاجئين والاستقرار في المنطقة بصفتها الاقتصاد الأقوى في الاتحاد الأوروبي وعمود الخيمة الآن خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبوادر ظهور تفكك في القيادة الأوروبية أيضا العديد من الدور الأخرى ترغب في أن يكون لها دور كبير في المستقبل إذا ما علمنا أنه كان هناك صراعات ونزاعات في حلف النيتو وحلف النيتو الذي أسقط نظام القذافي في ليبيا أصبح بينه نزاعات ومحاولة للتغول من بعض الأطراف النشطة وأقصد فيها هنا تركيا التي كانت أيضا تلعب أدوار رئيسية في حلف النيتو ولكن الطمع في إثارات دول حوضة المتوسط والنزاع مع كل من قبرص واليونان في هذا الأمر بالإضافة إلى الملاسنات والمشحنات بين فرنسا فمن هنا نجد أن اختلاف الرؤى أصبح واضحا وخاصة مع استمرار خارق مقررات مؤتمر برلين الذي منع انتقال القوات الأجنبية والمرتزقة من مكان إلى آخر فالمشهد الليبي أصبح أكثر تعقيدا ومن ثم فإن الاهتمام الأوروبي له ما يبرره بقوة بالإضافة إلى الأمر الهم الآخر وهو التعاون الاقتصادي ليبيا مدالت دولة فتية وإن كانت لديها الفرصة الكاملة للعودة مجددا إلى الملعب خاصة مع قلة عدد سكانها ومساحتها المتنمية والثروات الطبيعية ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من التنظيم حتى لا يكون هناك تغول لبعض الميليشيات التي ترفض إلقاء السلاح ودخول في شكل موحد للقوات الليبية سواء الأمنية أو قوات الجيش الليبي طب أستاذ محمد اتفاق وقف إطلاق النار أبرمى في شهر أكتوبر الماضي كيف ترصد الالتزام بهذا الاتفاق منذ أكتوبر وحتى الآن؟ هذا السؤال له إجابتين إذا مقارنناه بفترات سابقة فالأمر يبدو جيدا جلل الغاية ويبدو أن هناك لا توجد مقارنة فهناك التزام فعلي بوقف إطلاق النار أو على الأقل إذا ما حسبناها بالخسائر سواء في الأرواح أو المعدات أو الخسائر الاقتصادية فنجد أن الأمر تضاءل بشكل كبير للغاية وهناك التزام كبير ولكن إذا نظرنا إلى الوضع العملياتي على الأرض في بعض المناطق وخصة في مناطق الاحتكاك القريبة من سرق وغيرها نجد أن بعض الخرقات الطفيفة مزالت موجودة ولكن الأمر الأبرز هنا هو أن القوات الأجنبية مزالت متواجدة وهناك حالة من المراوغة خاصة مع بعض الأطراف التي كانت تدعم حكومة الوفاق في السابق ده سأخذنا لسؤالين في ظل وجود عناصر أجنبية وتنظيمات إرهابية وأيضا وجود السلاح المنتشر بين مختلف أطياف المجتمع الليبي يعني وجود السلاح ووجود المرتزقة والميليشيات الإرهابية إلى أي مدى هناك التزام بوقف إطلاق النار في ظل وجود هذين العنصرين الوضع يبدو مجدودا بشكل كامل لم يحدث ما تم الاتفاق عليه من إجلاء القوات الأجنبية تم إجلاء بعض القوات الخاصة بالمرتزقة ولكن إلا جهة غير معلومة وهذا الأمر قد يثير تعقيدات أكثر خاصة على صعيد المجتمع الدولي وهذا يفسر الاهتمام الكبير من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الجوار مثل مصر وتونس فالمنطقة مدالت معرضة يعني تم خروج بعض العناصر بعض المقاتلين المرتزقة لجهات غير معلومة لجهات غير معلومة داخل ليبيا أم أنها خارج ليبيا هذا الأمر يحتاج إلى التطقيق والمتابعة لن يظهر الآن الموضوع أن بعض المرتزقة الذين رصدهم المرصد السوري حوالي 7000 مرتزق لم يعودوا إلى سوريا بشكل كامل عاد البعض منهم وخرج من ليبيا ولكن إلى جهات غير معلومة هذا أمر له مدليل خطيرة فهو قد يكون محاولة لإعادة تدوير هذه القوات المستخدمة لدعم بعض الأنظمة أو إثارة القلاق أو لدعم الإرهاب بشكل ما الأمر الآخر هو قوات الأجنبية قوات الأجنبية التركية مدالة هذا الملف ساخنا وترغب الحكومات في تجنبه بشكل كبير وإن كانت تم الدعوة بشكل رسمي من الخيادة الجديدة الليبية لمغادرة القوات الأجنبية ولكن الأمر يظل حبرا على ورق حتى الآن فلم تغادر القوات وإن كانت خفتت أصوات البنادق الخاصة بهذه القوات انتظارا لما ستصفر عنه العملية ربما السياسية في المستقبل وخاصة أن ليبيا على أعتاب انتخابات مقبلة لحكومة ونظام جديد بشكل أكثر ديمومة من هذه الفترة أو الحكومة التي ستستغرق ما يقرب من العشرة أشهر نعم اسمح لنا نذهب للأستاذ عبدالسطار حتيتك الكاتب الصحفي أو الكاتب المتخصص في الشأن الليبي برحب بحضرتك أستاذ عبدالسطار مرحبا بداية يعني كيف تنظر إلى وجود الميليشيات الإرهابية وعناصر مرتزقة داخل ليبيا والقوات الأجنبية الدور الحالي لهذه العناصر داخل ليبيا وإلى أي مدى تم الالتزام بتنفيذ القرار الصادر عن الحكومة الليبية الجديدة بضرورة خروج هذه العناصر الغريبة عن الأراضي الليبية لا أعتقد أن الحكومة الليبية الجديدة تتعامل مع المرتزقة والأجانب والميليشيات والجمعات العرية في شمال غرب ليبيا بتلك الطريقة التي يتحدث بها البعض ما زالت هناك ميليشيات وهي تقوى أكثر من السابق في طرابلس وفي غيرها من مدن شمال غرب ليبيا ما زال هناك مرتزقة ترسلهم تركيا إلى مدن شمال غرب ليبيا وما زال هناك نشاط لجمعات إرهابية في تلك المنطقة حتى الآن لم نرى إجراءات قوية فاعلة على الأرض للجم هذه الميليشيات وأخراج هؤلاء المرتزقة ومحاربة الجمعات الإرهابية حتى الآن ما زالت الأمور تراوح مكانها من جانب وجانب الأخطر أنها تزداد قوة وتزداد عبث بأمن المواطن الليبي في شمال غرب ليبيا للأسف شديد يعني الأمور لا تسجير كما كان يتوقع البعض هناك هو تتسع يوما بعد يوم ما بين القيادات في شرق ليبيا والقيادات في غرب ليبيا معلوم أن هناك كثير من القادة الوطنيين يرفضون رفضا تاما الانخراط مع الجانب التركي ووصف تركيا بأنها دولة صديقة وشقيقة للليبيين وتجاهل القواعد العسكرية التركية في الخمس ومصراتة والوطية ومعيتيجة كل هذه الأمور يعني تجعل هناك شكوك من الريبة تتزايد وقلق يتزايد يوما بعد يوم من حكومة السيد عبد الحميد نعم سيد عبد السطار يعني كان هناك تصريح لوزير الخارجية الألمانية هايكو ماس بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل كما هو مقرر لها في حالة استمرار وجود هذا السلاح بيد الميليشيات وأيضا وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة داخل ليبيا إلى أي مدى هناك إمكانية لإجراء هذه الانتخابات في ظل وجود هذه العناصر بشكل عام ما زال صعب بإجراء الانتخابات وأنا أعتقد أن هناك من يضع العرقيل حتى من السلطة التنفيذية الجديدة يعني هناك نوع من الوضع العرقيل على أمل تأخير الانتخابات أو تعطيلها وهو أمر طبعا خطير وأعتقد أن كثير من الأطراف في ليبيا لن ترضى بذلك هذا أمر الأمر الآخر بالنسبة لأحاديث القيادات الغربية سواء كانوا وزراء أو رؤساء حكومات أو دبلوماسيين سفراء وغيره أنا أعتقد أن معظمهم لديه رؤية مغايرة تماما لما نعتقده نحن في المنطقة العربية يعني نحن في المنطقة العربية حين يتحدث أحد المسؤولين الغربيين عن المرتزقة نعتقد أنه يقصد المرتزقة الذين جاءت بهم تركيا إلى ليبيا بينما هم في الغرب يقصدون مرتزقة آخرين ويعني يتعاملون بمبدأ الكيل بمكالين طبعا المرتزقة الآخرين الذين يشيرون دائما إليهم بطريقة أو بأخرى هم من يعملون أو هكذا يقولون من يعملون في المنطقة الشرقية مع الجيش الواطن الليبي من الفاغنر الروسي هذه المزاعمة التي سردتها جماعة الإخوان والنظام التركي والجنجويد وبعض المرتزقة الأفارغاء طبعا هذا الكلام يعني يعني كلام غريب وخطير ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفرقة ما بين الطرفين وبالتالي يؤدي إلى عرقلة الانتخابات وتأخير إجرائها نعم طبع هل هناك إمكانية لحل هذه الجماعات الإرهابية وأيضا يعني جمع السلاح الموجود بأيدي الكثير من أبناء الشعب الليبي بدون وجود قرار أممي ملزم ينفذ ينفذ على الأرض داخل ليبيا يعني الأمم المتحدة كثير من الأطراب في الأمم المتحدة والدول الغربية بشكل عام تستفيد من النظام التركي ورعايت هذا النظام لجماعات الإرهابية ورعينا كيف كانت تحابي وتغض البصر عن العلاقة القوية ما بين النظام التركي وجماعات الإرهابية في سوريا على سبيل المثال في الوضع في ليبيا يعني لا يختلف كثيرا عن الوضع في سوريا الممارسات التركية كما هي تركيا أو النظام التركي الحالي ما زال يدعم الجماعات الإرهابية للأسف الشديد ما زال يلف ويدور ويحاول أن يستجل هذه الجماعات إلى أقصى درجة في الضغط على الدول الأخرى والعمل على إثارة الفوضى يعني ولذلك مواجهة هذا يحتاج إلى إرادة يحتاج إلى إرادة عربية قوية يحتاج إلى تكاتف عربي قوي ليس في ليبيا فقط ولكن في ليبيا وفي كل المناطق التي تعبث بها تركيا في المنطقة العربية سواء في سوريا في العراق في البحر بالتوسط في غيره من أماكن أنا أعتقد أن العمر لا يحتاج إلى الاعتماد على الدول الغربية بشكل كبير أو بشكل أساسي وإنما يحتاج إلى حراك عربي قوي يظهر إرادة تعطي ثقة حتى للليبيين الرافضين للوجود التركي تعطيهم ثقة لها التحرك ومواجهة الأصناع التركية في ليبيا رأينا الاجتماعات التي عقدت في اليومين الماضيين يعني اجتماعات كلها عثرت استغراب في رأيي عثرت استغراب كثير من القطاعات الليبية بالارتماء الحكومة الجديدة في أحضان النظام التركي ونظام السيد أردوخان نعم أشكرك السيد عبدالستار حتيتة الكاتب المتخصص في أشأن الليبي شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ محمد هل لك أي تعقيب على كلام السيد عبدالستار؟ هو كلام هام للغاية الأمر هنا إذا ما صار على نفس المنوال قد نرى تكرار لما حدث مع تجربة حكومة الوفاق فكان من المفترض بعد عام ونصف من تشكيل حكومة الوفاق السابقة في ليبيا أن يتم تغيير المجلس الرئاسي وانتخابات وتتم عملية لانتقال السلطة ولكن الأمر تجمد وتمترست حكومة الوفاق في بعض الميليشيات من الغرب بالإضافة إلى استعاناتها أخيرا باللاعب التركي الذي أبدى استعدادا هاما مع توفر الأطماع لديه التوسعية في المنطقة والمكاسب الأقصدية بالإضافة إلى تدعيم وضعه داخليا وفي الاتحاد الأوروبي ومن هنا فثمت مخاوف من تكرار السيناريو الأسود الذي حدث فيه السابق والسمرت به حكومة الوفاق والسمرت النزاع في ليبيا والسمرت الفرقة بالإضافة إلى قيام العمليات العسكرية وتنامي ودعم بعض الأطراف دوي الأيدولوجيات المنتمية لجامعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للإخوان في دعم بعض الأطراف ضد المواطنين الليبيين والجيش الليبي وبالتالي ثارت المخاوف كثيرا حتى وصل إلى أمر النزاع قرب معركة كبيرة ولكن أو خفتها مصر بخط أحمر لتبدأ عملية السلام الحقيقية بعد ذلك البوادر ولكن اسمح لي أستاذ محمد يعني أثار السيد عبد السلطر حتيتها قضية مهمة وهي قضية النظر من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعناصر الإرهابية لمفهومة المرتزقة بالضبط وتصنيف جهات على أنها عناصر أو هي عناصر إرهابية وجهات أخرى ربما تكن تمارس الإرهاب ولكنها لا تصنفها كذلك هذا ما رجعه إلى العقيدة الأوروبية والغربية بشكل عام ضد أو المخاوف ضد التواجد الروسي أو الصيني في إفريقيا أو في المنطقة فهم يتحدثون عن مرتزقة فاجنر وهي روسية تدعم بعض الأطراف في الشرق وتدعم يعنون أنها تدعم بعض القوات أو تدربهم بينما نحن أو معظم العالم الحر يتحدث عن المرتزقة الأجانب القادمين من سوريا والقادمين من إفريقيا ومهربي الأسلحة وأيضا المنتمين للتنظيمات الإرهابية سواء تنظيمات إرهابية دولية داعش وتنظيم القاعدة في شمال إفريقيا أو حتى لبعض التنظيمات الإرهابية الداخلية التي نمت شوكتها بشكل كبير مع انتشار وتوفر الأسلحة في أيدي الجميع في ليبيا ولذلك فالمشهد يبدو عبثيا فيما يخص المفاهيم الخاصة بتعريف المرتزقة المرتزقة هم أي قوات أجنبية وليس خبراء يدعمون المرتزقة في الغرب الليبي يقتلون المواطنين ويعتدون عليهم بينما الخبراء العسكريون الروس أو غيرهم الذين يصر تصر بعض الأطراف على تسميتهم بالمرتزقة هم لا يشاركون في العمليات العسكرية من هنا المفاهيم تبدو مختلفة تماما ويلزم أن تكون هناك إرادة دولية للتفرقة بين هذه المفاهيم والتعريفات خاصة مع السمرار الوضع على ما هو عليه حتى الآن بالنسبة لوجود القوات التركية أو احتفاظ بعض الأطراف بالأسلحة الخاصة بها في شرق في غرب ليبيا وتمتروسها حول ترابلس ومصراطة وبعض القواعد العسكرية الأخرى التي حاولت التمدد منها ولكن تم إيقافها من الجيش الليبي والإرادة السياسية المصري السيد عبدالسطار أيضا تطرق إلى الحراق العربي يعني المطلوب الدعم العربي أكثر منه الدعم الدولي في هذا الملف إلى أي مدى هناك إمكانية لوجود هذا الدعم العربي وهذا يأخذنا إلى سؤال آخر وهو دول الجوار مصر وتونس والدور الحالي بشأن ليبيا هذا أمر أهم لي الغاية سأبدأ بالدور المصري والتونسي هناك توافق وبدأ ذلك واضحا في الزيارة الأخيرة للرئيس التونسي إلى مصر التي استغرقت ثلاث أيام وتم تأكيد فيها على العديد من الأمور أولها الأمن القومي المصري والأمن القومي المائي ثم ما يخص الأمن القومي العربي بشكل كامل وتونس تدعم بقوة سواء القضية العربية الأولى وهي فلسطين أو أمن المنطقة خاصة مع انكشاف وسقوط الأقنعة عن بعض أطراف العملية السياسية في تونس ومهاجمتها للرئيس التونسي ذات نفسه الأمر هنا يتعلق بضمان استدباب الأمن وبقاء ليبيا بعيدا عن أيدي القوات الأجنبية التركية أو توغل الميليشيات ونموها بالإضافة إلى الدخول في العملية السياسية واستقرارها مصر وتونس ودول الجوار عموما ترغب في أن يكون هناك وكذلك الجماعة العربية بالمناسبة ترغب في أن يكون هناك استقرار في المنطقة وعودة إلى الدور الليبي القوي قصة مع توافر كل الفرص للمصالحة وأن يعتمد الليبيون على أنفسهم ننتقل هنا إلى الدور العربي هناك أمرين الأمر الهيكلي وهو الخاص بجامعة الدول العربية هي تبدي اهتماما كبيرا بحل القضية الليبية بأيدي الشعب الليبي وأن يعم الاستقرار وتخرج كل القوات الأجنبية والمرتزقة الذين يهددون الأمن ليس فقط في ليبيا ودول الجوار ولكن في العالم باعتبار أن كان هناك إعداد لأن تكون ليبيا لقاعدة لتفريخ الإرهابيين وإرسالهم وتهديد دول أخرى سواء في حوض المتوسط أو في أوروبا أو في دول الجوار أو إفريقيا بالإضافة إلى تجارة الأسلاحة التي نمت بشكل كبير سواء من الأسلاحة التي سقطت في أيدي بعض الأطراف في ليبيا عقب سقوط نظام القذافي أو تجار الأسلاحة الذين يشترون ويبيعون الأسلحة لأطراف النزاع في ليبيا وهذا الأمر هام وخطير نعم الدعم العربي هام للغاية في المرحلة المقبلة أولا أنه يدعم الوحدة الليبية والمصالحة الليبية بشكل كبير ويشجع الأطراف التي لديها مخاوف سواء مخاوف سياسية أو مخاوف عملياتية ميدانية بأن لها الحق في اتخاذ قرارها وأن يكون القرار السلام والأمن والعودة ل التنمية الإقصادية ليبيا خالصا يجب على العرب ومصر تقود هذه المبادرات يجب عليهم أن يدعموا ليبيا بشكل كامل وأعني هنا كل العرب وليس فقط دول الجوار دعم الليبيين في هذه المرحلة أمر هام غدا ويساعد ولو بالعملية السياسية على نبذ بعض العناصر التي ترغب في أن لا يكون هناك استقرار لأنها مستفيدة من استمرار الأوضاع المضطربة في ليبيا دعني أعود إلى سؤالي الخاص بهايكو ماس وزير الخارجية الألمانية الذي صرح بأنه لا يمكن إجراء انتخابات في ديسمبر القادم في ظل وجود السلاح بعيد الليبيين وأيضا وجود عناصر المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى أي مدى حضرتك بتارى إمكانية إجراء هذه الانتخابات وأن تسفر هذه الانتخابات عن حل حقيقي وجذري للمشكلة الليبية واستقرار حقيقي للشأن الليبي في ظل وجود هذه العناصر السلاح والعناصر الإرهابية الأمر إذا ما نظرنا للصورة بهذا الشكل المباشر فستبدو الأمور معقدة للغاية يجب أن يكون هناك فترة للإعداد للبدء بإبعاد هذه القوات ما لم يتم نزع السلاح الخاص بها أو إخراجها من ليبيا قبل عقد الانتخابات وإلا فإن الموضوع سيتطور بشكل كبير وقد تكون هناك عمليات اعتداء سواء على الناخبين أو على بعض الأطراف في ليبيا مما يعقد من المشهد وقد يبطل الانتخابات أو يتسبب في إلغاءها أو تأجيلها لفترات سابقة كما حدث مع حكومة الوفاق الأمر هنا يلزم أن يكون هناك إرادة داخلية قوية بالإضافة إلى المتعبعة الدقوب سواء من الولايات المتحدة أو الأطراف الرئيسية الداخلة في اللعبة سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو بعض الدول إيطاليا وألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى الدورة الكبيرة التي تقوم به مصر ودول الجوار في استقرار العملية السياسية وعودة الشعب الليبي إلى سابق عهد وما لم يكن هناك متابعة وإجراءات احترازية لوقف وتحجيم هذه العناصر أعتقد أن السمرار أمرا صعبا للغاية في ظل هذه الظروف الملتهبة طب أستاذ محمد في ظل سنوات من حالة الاحتراب التي شهدها المجتمع الليبي هناك حالة من التفكك النسبي بين المكونات الخاصة بالمجتمع الليبي من هنا جاءت دعوة المجلس الرئاسي بعمل يعني مفوضية للمصالحة الوطنية داخل ليبيا إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية داخل ليبيا على الأرض وهل يمكن أن يتناسى مختلف الأطراف ما بينهم من خلافات وما بينهم ربما يكون من ثقر أو محاولات انتقامية في إطار الفترة القادمة السؤال له إجابة محددة نعم يمكن تحقيق هذه المصالحة ولكن قد تبدو أكثر أهمية هناك بعض الأطراف التي لا ترغب في عودة الاستقرار إلى ليبيا لأنها مستفيدة سواء كانت أطراف داخلية أو أطراف جماعات إرهابية وتنظيمات إرهابية ترغب في أن يكون لها تواجد سواء تواجد أيديولوجي وسيطرة على شكل ومقدرات الحكم في ليبيا الآن وفي المستقبل أو أن يكون لها سيطرة ميدانية بتوافر بعض العناصر التي تدعم الإرهاب أو المشكلة من المرتزقة سواء المرتزقة الأجانب أو المحليين الذين اكتسبوا خبرات كبيرة في القتال سواء بين أطراف نظام القذافي الداخلي بين الشرق والغرب في ليبيا من هنا يبدو المشهد معقدا كثيرا هذه الأطراف قد لا ترغب في أن يكون هناك مصالحة المصالحة المصالحة تسير بشكل جيد جدا ولا يبدو المشهد كما يحاول البعض أن يصور أنه تمثيلية لا هناك الليبيون يرغبون في عودة السلام والوفاق وبدء التنقل بسهولة وسلاسة فيما بين الشرق والغرب ولكن الأمر هنا لا يعتمد فقط على النواية الحسنة والرغبات الطيبة الأمر هنا هو أن بعض الأطراف لا ترغب في استقرار ليبيا وتحجيم هذه الأطراف وكشفها سواء سياسيا أو تحجيمها ميدانيا هو الأمر الفاصل في حدوث المصالحة بشكل كامل في الخطر الليبي ونحن نأمل في تحقيق هذه المصالحة بشكل فعلي أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام للشؤون العربية والدولية شكرا جزيلا أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة غدا بإذن الله مشهد جديد إلى اللقاء شكرا جزيلا